أهلا بكم رغم الضغوط الأمريكية على الجانب الفلسطيني ورغم التلويح الإسرائيلي بالتصعيد الجانب الفلسطيني مصمم على تقديم مشروع قرار إعلان دولة الفلسطينية اليوم في مجلس الأمن الدولية صائب عريقات كبير المفاوضين قال أن المجموعة العربية ستجتمع في نيويورك وستقدم القرار مع بعض التعديلات للمجلس وكان الرئيس محمود عباس أبلغ وزير الخارجية الأمريكية جون كيري عبر الهاتف بأنه سيمضي قدما في المبادرة رغم معارضة كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية للتعليق على هذا الملف ينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي والمختص في شؤون السياسية الدولية الأستاذ أحمد فتحي سيد أحمد فتحي أهلا بك قرار يأتي اليوم قرار عربي بتقديم مشروع القرار لمجلس الأمن الدولي رغم الضغوطات الأمريكية برأيك إلى أين تتجه الأمور وهل حقيقة سيمر هذا المشروع في مجلس الأمن القرار هو مبادرة فلسطينية تقدمت بها دولة فلسطين ومندبياتها في الأمم المتحدة ولكن لا يوجد حتى على المستوى العربي إجماع يوجد دعم بالطبع لدولة فلسطين والمندبيات العرب أكدوا أن ما تريده فلسطين سننفزه وسندعمه ولكن يوجد بعض الدول العربية كانت تفضل التريث في تقديم هذا المشروع ثانيا على الجانب الأمريكي بكل تأكيد الجانب الأمريكي يقف خلف دعم إسرائيل وهذا موقف ليس بجديد ومن المتوقع أنه لو تمكن مشروع هذا القرار من الحصول على التسعة أصوات ستقوم الولايات المتحدة بعمل فيتو عليه ولكن يجب أن ننتظر ونرى كيف ستكون نتيجة التسويت التسويت لن يحدث خلال اليومين القادمين ولكن أتوقع أن يحدث مع بداية العام الجديد وهنا سيتم تغيير في تركيبة مجلس الأمن بدخول خمسة أعضاء جدد جيد وزارة الخارجية الأمريكية منذ بعض الوقت تقول أن هذا القرار مشروع القرار لا يحقق الهدف ولا يؤمن الأمن للجانب الإسرائيلي إذن الأمريكيون واضحون أنهم ضد مشروع القرار وأنهم سيكونون رافضين لهذا القرار ما الذي يدفع برأيك الجانب الفلسطيني والأردني وبعض العرب كما أسفت بأن يتقدموا بمشروع لن يكون له أي ربما إمكانية حياة وأمل حياة ومرور في مجلس الأمن الدولي كما سبقت أن قلت أن هذا المشروع مقدم نزولا على رغبة الجانب الفلسطيني ماذا يريد من ذلك الجانب الفلسطيني ماذا يريد من هذا القرار هل ربما فقط إعلاء للصوت لأكثر أم أن الأمر ربما يكون هناك مقدمة للدخول ربما بالمنظمات الدولية كما أسفى الرئيس عباس كخطوة أولى ربما وإلقاء اللوم على الجانب الإسرائيلي والأمريكي على حد سواء الرئيس عباس يستطيع أن تقدم طلبات للانضمام إلى المنظمات الدولية لا أحد يمنعه الولايات المتحدة لا تملك حق الفيتو على منع انضمامه ولكن يجب عليها أن يحصل على الأصوات اللازمة لأن يحصل على عضوية هذه المنظمات يستطيع أن ينضم إلى موعدة روما الخاصة في محكمة الجنائية الدولية يستطيع أن ينضم اليونسيف يستطيع أن ينضم إلى أي منظمة تبيعي للأم المتحدة لا يوجد ما يمنع ولكن في رأيي هذا مشروع هذا القرار هو للاستهلاك الداخلي في المقام الأول وهذا للرئيس عباس فقط لتحقيق نقاط برأيك ربما مقابل حماس والشهاد وما إلى ذلك من الفصائل حماس أيدت المشروع في البداية الآن حماس تعارض هذا المشروع فقط التوضيح أستاذ أحمد فقط التوضيح أنت أستفت وقلت أن ليس كل العرب يقفون إلى جانب هذه المشروع من هي الدول التي ربما تتحفظ على المشروع العربي؟ الأردن من دول الأردنية صرحت أنها كانت تفضل التريس وتتحدث ليس بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن وهي كان موقفها وتصريحها واضح وصريح أنهم يدعمون طلبات الجانب الفلسطيني كيف تكون ولكن بصفتها الوطنية كانت تفضل التريس يوجد أعضاء آخرون أنا لست في حلة أن أذكر من هم تحديدا كانوا أيضا يناصرون هذا الاتجاه المشروع الجديد بعض الملحوظات عليه تم تغيير بدلا من أن تكون القدس مثلا عاصمة للدولتين تم تقديمه اليوم على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين وهذا موقف متشدد وبالطبع سنرى أن الجانب الإسرائيلي سيعرضه وسيرفضه منذ البداية على الجانب الإسرائيلي أنا لا أتخيل أنه يستطيع أي أحد أن يقدم دعم لأحزاب اليمينية في إسرائيل لاكتساح الانتخابات القادمة وهي كأنها متوقعا تكسبها ولكن هذا يوفر لها اكتساح أكثر من هذا المشروع القرار الفلسطيني الذي تقدمت به الدولة الفلسطين اليوم من المجلس الأمن شكرا جزيلا لك يعطيها عفوا شكرا جزيلا لك وأسف لديق الوقت الأستاذ أحمد فت هي المختص في الشؤون السياسية حدثتنا من نيويورك